أهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من برنامج هاشتاك والتي نخصصها لتغطية تطورات الأوضاع في غزة والقصف الإسرائيلي عليها دعوكم دوما أن تكون ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حساب سكايبيجي مباشر وننويه مشاهدين إلى أن هذه الحلقة تبث مباشرة عبر حسابي هاشتاك والجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابينا لاختيار موضوعات الحلقة والتعليق عليها فشاركونا والبداية مع تطورات الأوضاع في غزة حيث استشهد عددا من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصر لجيش الاحتلال على القطاع بينما أصيب 19 جريحا جراء سقوط أكثر من 100 صاروخ اطلقتها المقاومة بقطاع غزة على مناطق إسرائيلية يتي هذا على خلفية تواغل قوة إسرائيلية لمنطقة حدودية مع شرق خان يونس في غزة أمس ما أصفر عن استشهاد سبعة فلسطينيين بينهم قائد بارز في كتائب القسام حاولت قوات الاحتلال خطفه ومقتل جندي إسرائيلي هذا وقصف طيران الاحتلال مقر فضائية الأقصى في غزة قبل قليل وغرد قبل قليل أناطقوا باسم حركة حماس فوز برهوم على حسابه على تويتر قائلا تدمير العدو لفضائية الأقصى يتطلب من الهيئات الدولية القانونية والصحفية والإعلامية كفائدانة هذا الفعل العدواني الخطير وإن هذه الممارسات لن تثني أصحاب الصوت الحر والضمائر الحية عن مواصلة رسالتهم الإعلامية والإنسانية في فضح وتعرية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني هذا وانفردت الجزيرة مباشر ببث لحظات قصف مبنى فضائية الأقصى على الهواء مباشرة دعونا نتابع باستهداف المبنى بالكامل في طائرات الف 16 حتى هذه اللحظة حسب المعلومات التي وصلتني تم تهديد الفضائية من قبل المخابرات الإسرائيلية وتم إخلاء الفضائية من العاملين فيها طبعا فضائية الأقصى هي تابعة لحركة حماس وهذا التهديد هو تطور لافت في هذا التصعيد الحاصل الآن في قطاع غزة إذن في كل لحظة ولحظة قد يتم استهداف المبنى وتسويته بالأرض بالكامل قبل لحظات تم تهديد نعم إذن هذا الصاروخ هذا الصاروخ الاستطلاع الرابع الصاروخ الاستطلاع الرابع الذي يستهدف المبنى إذن أربعة صواريخ استطلاع استهدفت مبنى فضائية الأقصى الآن سأحاولنا نتحدث مع أحد العاملين في الفضائية وطبعا في كل لحظة وأخرى قد يكون هناك استهداف بطائرات الـ F-16 لتسوية المبنى بالأرض كما يحصل في كل مرة إذن حتى هذه اللحظة أربعة صواريخ من طائرات الاستطلاع تستهدف مبنى فضائية الأقصى التي تم تحذيرها وتهديدها من قبل المخابرات الإسرائيلية والاتصال عليها وتهديدها بأنه سيتم قصفها بالكامل كما تحدث لأحد العاملين إذن هذا الصاروخ الخامس الذي يستهدف هذه الفضائية إذن الصاروخ الآن في الشارع هذا الصاروخ الآن يتم استهداف الشارع بتهديد المرة بالابتعاد عن المبنى إذن الآن يتم استهداف المبنى بصاروخ خامس نعم إذن هذه المشاهد كانت مباشرة منذ قليل على الجزيرة مباشر لقصف قناة الأقصى ونقلها زميرنا في قطاع غزة محمد والشح لكن كيف بدأت هذه الاشتباكات مساء أمس سعونا نتعرف على تفاصيل العملية في التقرير الذي نشرته شبكة قدسة الإخبارية فلنتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يالله 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 اشتركوا في القناة هذا وقت شيع فلسطينيون من محافظة خان يونس ومناطق جنوب قطاع غزاليوم جثامين السواء الشهداء السبعة الذين سقطوا جراء سنداء في طائرات الاحتلال الإسرائيلي معنا نتابع أثناء عمليات الشيع الجثامين اشتركوا في القناة رد المقاومة الفلسطينية جاء سريعا حيث سقط 19 جريحا جراء سقوط أكثر من 200 صاروخ أطلقتها المقاومة بقطاع غزة على مناطق إسرائيلية دعونا نشاهد أبرز الصور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا وقت دول مدونون صورا قالوا انها لعملية نقل عشرة الدبابات الإسرائيلية صوب القطاع صوب الحدود مع قطاع غزة ضعونا نتابع هذا وقد احتلت هذه العمليات العسكرية في غزة اهتماما عربيا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتب الوزير المصري السابق للشؤون القانونية محمد محسوب كسر الاحتلال للهدنة وافتعال لحرب في غزة يستهدف فك الخناق عن حكام بالمنطقة فضحتهم قضية جمال خاشغجي ولكن ما يدركونه أن من يذهب لغزة معتديا لا يعود وأن قبل مقتل جمال ليس كبعد وأن المنطقة ستر النور مهما حاول الظلميون إطالة ليلهم أليس الصبح بقريب وغرد كذلك الكاتب الفلسطيني سر الزعاطرة كاتبا بعد الصفعة التي وجهها المقاومة أو التي وجهتها المقاومة في غزة للكيان الصهيوني هي تقصف المستوطنات اليوم وتصيب سبعة عشر صهيونيا إنها الرسالة الواضحة خيار الاستسلام ليس واردا بأي حال مهما بلغت قدرات العدو وفارق ميزان القوى لها الهائل لصالحه نقل صحفي المصري والقنديل كلمات لمحمود رويش والتي رأى أنها خير ما يعبر به عما يحدث في غزة إن غزة تحرر نفسها من صفاتنا ولغتنا ومن غزاتها في وقت واحد وحين نلتقي بها ذات حلم ربما لن تعرفنا لأن غزة من مواليد النار ونحن من مواليد الانتظار والبكاء على الديار كما رأى الصحفي ماجد عبدالهادي ما قال أنه صواريخ غزة تجدد التأكيد على قواعد الاشتباك لا هدنة مع إسرائيل من جانب واحد ولا تهدئة في مقابل استمرار العدوان أي أن ما كان حجم الخلل في ميزان القوى العسكرية بين الجانبين وبصرف النظر أيضا عن ميزان القوى السياسي وذي صار فيه بعض النظام الرسمي العربي عمقا استراتيجيا لدولة الاحتلال وترى المدونة منحوة أن التصعيد الذي يحدث في غزة يعيد البوصلة لمسارها صحيح المجد لأسياد الكلمة الأولى والأخيرة المجد للمحاصرين الأحرار المجد لمن يغسل عارنا بالدم والبندقية المجد لمن أسقط غصن الزيتون المجد لمن يحصن قول لا في وجه نعم المجد للعين التي تقاتل المخرز المجد للقسام والكتائب والمقاومة وكتب كذلك صانع الأفلام الوثائقية أسعطها قائلا أصهاينة العرب في استياء شديد انتظروا تعليقاتهم بينما أثار الكاتب الكويتي أحمد الجار الله غضب المدونين العرب بتغريدة قال فيها ما تفعله حماس في غزة فعل غير مرحب وهو فعل لإحراج العالم العربي الذي لا يستطيع أن يفعل لها شيء العالم العربي لا يدخل في حروب مع إسرائيل علشان خاطر قادة حماس وقادة إيران حماس وميليشياتها تتلقى أوامر من إيران والغاية اضطراب المنطقة في نهاية المتضرر أبناء غزة من الاحتكاك بإسرائيل ليرد عليه هذا الحساب قائلا حماس لم تعتدي يا جبان حماس تدافع عن كرامة أبنائها ولكن من كان مثلك لا يعرف الكرامة كما رد عليه حساب سيف الكويت أولا لا يستطيع العالم العربي فعل شيء فلا جديد بالموضوع ثانيا وفقا لمقاييسك يحق الإسرائيل أن تعربد كما تشاء ثالثا وفقا لمقاييس المحتل الصهيوني فهو يحسب ألف حساب للمقاومة بينما لا يعير أدنى اهتمام للعرب الذين تتحدثوا عنهم واستنكر الكاتب الأردني أحمد الزعبي قائلا ولا تصريح لزعيم عربي أو شيخ كبة يستنكر فيه العدوان على غزة حتى الاستنكار صار يعجزكم أخيرا دعونا نشاهد بعض الصور الكاريكاتور والتي تم تداولها تعليقا على هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر المزيد حول آخر التطورات الميدانية في غزة ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من غزة مرسل الجزيرة مباشر محمد الوشاح محمد أهلا بك معنا تابعنا معك منذ قليل في المسائية تطورات الأوضاع ولكن أخبرنا ما هي تطورات حتى آخر لحظة حاليا نعم يعني آخر التطورات حتى هذه اللحظة هو قيام الاحتلال الإسرائيلي بنسف مبنى مكون من أربع الطوابق في شارع النصر تحديدا حيث هذا المبنى هو به شقق سكنية أي بمعنى أن كل سكان هذا المبنى أصبحوا الآن في العراء بعد تدمير المبنى بالكامل هذه العمارة هي عمارة الرحمة هي عمارة سكنية تم قصفها بطائرات الاستطلاع المبدئية وبعد ذلك تم قصفها بطائرات الـ F-16 على كل إن حتى هذه اللحظة لا يزال الطيران الإسرائيلي يحلق في أجواء قطاع غزة هناك حسب رصد الاحتلال الإسرائيلي قرابة 300 قديفة وصاروخ لا يتزال أطلقت على الاحتلال الإسرائيلي ولا يزال هناك مزيد منها يطلق الآن هناك قصف بصواريخ وأورد الإعلام الإسرائيلي فيديو لهذه الصواريخ وهي تسقط على مدينة عسقلان بالإضافة إلى رشقات صاروخية التي يتم إطلاقها الآن على مستوطنات الغلاف طبعا المقاومة الفلسطينية وفي بيان للغرفة المشتركة تحدثت بأن دائرة الاستهداف توسعت بعد التهديد الذي هددته أنه إذا ما تماد الاحتلال بالعدوان سيكون هناك توسيع لدائرة الاستهداف حتى هذه اللحظة هذا هو التصريح الذي جاء من الغرفة المشتركة على كل الأوضاع في قطاع غزة أخذ فيها التصاعد وزارة التربية والتعليم عطلت الدوام التعليمي غدا بالإضافة إلى أن سلطة النقد أيضا أوقفت عمل المصارف غدا وبالتالي هناك حالة شلل في قطاع غزة في الأمور الحياتية اليومية على كل حتى هذه اللحظة نسمع دوي انفجارات من قبل الطيرات الحربية الإسرائيلية التي تواصل قصفها واستهدافها في تطور خطير ولافت لمنازل المواطنين التطور الأخير الذي تحدثنا به هو استهداف الاحتلال لعمارة سكنية وتدميرها بالكامل على كل أن العلام الإسرائيلي يتحدث أن الصواريخ تصيب المنازل والمباني السكنية في مستوطنات الغلاف وتحدثوا أن الذي يتساقط عليه موابل من الصواريخ وليس صاروخ أو صاروخين بالإضافة إلى إعلان الاحتلال الإسرائيلي نعم إذن كما تسمعون خلفي الآن نسمع قصف أو صاروخ استطلاع حتى هذه اللحظة هذا الصوت الذي سمعناه قبل قليل إذن صاروخ استطلاع نعم محمد المجلس الوزاري منح الضوء الأخضر للجيش للرد على صواريخ المقاومة الفلسطينية في المقابل فصائل المقاومة قالت أو أعلنت أنها ستقصف جميع مناطق الغلاف مع غزة برشقات صاروخية جديدة إذن الأمر آخذ في التصعيد ولكن هل هناك أي استثناء قلت الآن أن تم تدمير عمارة سكنية بالكامل هذا هو الطبع أما يفعل دائما أما أن هناك جديد هذه المرة نعم يعني كما كان في السابق كان هنا قصف لمستوطنات الغلاف يقابله قصف لمواقع المقاومة الفلسطينية لكن يبدو أن هذه المرة الرسائل قوية من الطرفين كل طرف يريد أن تكون يده العليا خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي تعرض لخسارة فادحة بالأمس وعملية فاشلة أثبتت ضعف المنظومة الاستخباراتية لدى هذا الاحتلال وبالتالي يريد اليوم بقصفه للمنازل والمباني السكنية أن تكون له اليد العليا في هذا التصعيد لكن المقاومة الفلسطينية حتى هذه اللحظة قالت أنها ستوسع دائرة الرد لكن لم نصل حتى هذه اللحظة إلى مناطق أخرى غير المناطق المعهودة بالقصف لكن قضية الحديث بأنه سيتم توسيع دائرة الرد كرد على الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع العدوان كما تقول المقاومة هذا يعني أننا أمام خيرات جديدة لدى المقاومة الفلسطينية وقد يكون هناك مفاجآت جديدة لدى المقاومة الفلسطينية في الساعات المقبلة سواء كان بقصف الصواريخ أو وسائل أخرى ستستخدمها المقاومة لكن حتى هذه اللحظة ما نشاهده هو أن الاحتلال زاد في وطيرة الاعتداءات بأمر خطير جدا ولافت جدا وهو تشريد السكان من منازلهم عندما نتحدث عن عمارة مكونة من أربع طوابق يعيش فيها عشرات الأطفال والنساء والشيوخ والرجال هذه عمارة مدنية لا يوجد فيها أي شيء يتعلق بالأمور العسكرية أو الأمنية أو الشرطية يتم استهدافها وتسويتها بالأرض وتشريد كل من فيها من سكان هذا يعني نعم والشاح يعني الحديث عن العمارة السكنية تحديدا يسحبنا إلى النقطة المتعلقة بأخبرتنا أنت عن مسألة رد فعل المقاومة وأن الأمر يأخذ في التصعيد ما بين الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال وأيضا المقاومة ماذا عن أبناء غزة؟ يعني هل هم متضررين من تصعيد المقاومة؟ هل هم يعترضون على ذلك؟ هل هم يؤيدون ذلك؟ لأن البعض على وسائل التواصل الاجتماعي كما تعلم يقول أن حماس والمقاومة تدفع بمواطني غزة إلى معركة هم لا يريدونها يعني حماس ليست هي الوحيدة التي تقود هذه المرحلة في قضية الرد على الاعتداءات الإسرائيلية كل فصائل المقاومة الفلسطينية عبر الغرفة المشتركة التابعة لفصائل المقاومة هي من تقود حملة الرد على الاعتداءات الإسرائيلية بالعكس المواطن الفلسطيني نداءته كانت للمقاومة أن يكون هناك رد على الجريمة التي حصلت أمس وهذا سمعناه في الحشد الجماهيري المهيب الذي كان في جنازات شهداء اليوم وكان واضح نداءات المواطنين ونداءات أهالي الشهداء بضرورة الانتقام من الاحتلال الإسرائيلي الذي توغل في الدم الفلسطيني وقتل هؤلاء الشهداء السبعة في عملية استخباراتية فاشلة كما قلنا سابقا وبالتالي بالعكس هناك مطالبات كبيرة من المواطنين في قطاع غزة بضرورة على الأقل إصار رسالة قوية للاحتلال بأن الدم الفلسطيني قط أحمر ولا يمكن تجاوز هذا الدم الفلسطيني وبالتالي إذا تم تجاوزه معنا ذلك أن هناك دم إسرائيلي على مستوطنات الغلاف سيكون مقابل هذا الدم الفلسطيني هذه المطالبات كانت أيضا كما سمعناها من جموع الجماهير التي شيعت الشهداء اليوم وبالتالي أعتقد أن الأصوات التي تحدثت عنها هي قليلة ولا تذكر مقابل الأصوات المنادية بالانتقام مما حصل أمس من قبل إحتلال إسرائيل نعم زميل محمد وشاح شكرا جزيلا بالتأكيد سنتابع معك مزيد من التطورات في لاحقا ننوه مشاهدين لأن هذه الحلقة مستمرة معكم على الهواء مباشرة عبر حسابي هاشتاك والجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر وابقوا معنا فاصل قصير احنا بكم من جديد إلى تطورات اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشغجي حيث أعلن رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو أن بلاده تبحث مع دول أخرى الخطوات المقبلة حيال السعودية بعد أن استمعت المخابرات الكندية لتسجيلات تركية لما حدث لصحفي السعودي جمال خاشغجي وقالت ردو في مؤتمر صحفي له اليوم في العاصمة الفرنسية فغيس أن وكالات المخابرات الكندية تعمل عن كثبا مع المخابرات التركية في هذه القضية وكندا مطلع تماما على ما لدى تركيا دعونا نتابع لقد عملت وكالات الاستخبارات الكندية عن كثبا مع الاستخبارات التركية في هذه القضية التحقيق بشأن مقتل خاشغجي كما أحيطت كندا بشكل كامل بالمعلومات التي ترغب تركيا في مشاركتها وقد أجريت محادثة هاتفية تم الرئيس أردوغان قبل عدة أسابيع وهنا في باريس تبادلنا الحديث بإجاز بشأن هذه القضية وقدمت له الشكر على قوته في الاستجابة لقضية خاشغجي ونحن مستمرون في العمل مع حلفائنا على التحقيقات بشأن المسئولية عن مقتل الصحفي جمال خاشغجي كما نواصل النقاش مع حلفائنا الذين يشاركوننا وجهة النظر بشأن الخطوات المقبلة تجاه المملكة العربية السعودية من جانبها أعلنت بريطانيا أن وزير الخارجية جيرمي هونت سيدغط على السعودية من أجل تحقيق العدالة في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشغجي وذلك بعد يوم من تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بونفايو للسعودية إصرار بلاده على محاسبة المسؤولين وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي إن وزير الخارجية جيرمي هونت بحث مع قادة السعودية خلال اجتماعه بهم اليوم في رياض بذل مزيد من الجهد لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن اغتيال خاشغجي وخلال لقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حث وزير الخارجية البريطانية رياض على التعاون مع تركيا في إجراء تحقيق شامل وذي مصداقية في قضية خاشغجي كما وانتقد هونت سوء الأوضاع الإنسانية في اليمن بشيرا إلى أن 75% من سكان هذا البلد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية وأن 8 ملايين و400 ألف نسمة يواجهون خطر المجاعة مشددا على ضرورة إيجاد حل عاجل لهذه الكارثة على الجانب الآخر قال وزير الخارجية الفرنسي جون أف جان أف لودغيان إن فرنسا لا تمتلك أي تسجيلات صوتية تتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشغجي لافتا إلى وجود لعبة سياسية في القضية وردا على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي قال وزير الخارجية التركي مولود تشويش أوغلو إن الاستخبارات التركية سلمت في الرابع والعشرين من أكتوبر كل العناصر بما فيها تسجيل صوتي للاستخبارات الفرنسية بناء على طلبها وأضاف أن نظيره الفرنسي جون أف لودريان تجاوز حدوده باتهاماته المتعلقة بالرئيس رجب طيب أردغان تعليقا على الأمر غرد رئيس تحيير صحيفة المصريون جمال سلطان نفي وزير الخارجية الفرنسية الحصول على أي تسجيلات لقضية خاشغجي في محاولة لإحراج أردغان صعقه رئيس الوزراء الكندي في اليوم نفسه بالتأكيد أن استخبارات بلاده استمعت بالفعل إلى تسجيلات مقتل خاشغجي مكرون لخص أخلاق بلاده مبكرا بقوله إنهم يقتلون شعوبهم لكنهم لا يقتلون الفرنسيين وغرد صحفي سمير العركي قائلا وزير الخارجية الفرنسية قال إنه لم يطلع على تسجيلات مقتل خاشغجي واتهم إردغان بالتلاعب السياسي رد عليه رئيس مكتب الاتصال بالرئاسة التركية وألقمه حجرا وقال له لقد أطلعنا ممثل لاستخبارات الفرنسية عليها وليس ذنبنا عدم التواصل أو عدم تواصل المؤسسات لديكم مع بعضها سكت لودريان ولم يرد الذباب وكتب صحفي القطري جابر الحرمي قائلا القتل يدافع بعضهم عن بعض كما في حالة مقتل جمال خاشغجي عندما يتدافع العبيد لتبرير جريمة القتل في أم الأحرار يصرون على كشف الحقيقة ودوان الناشط السعودي عمر بن عبد العزيز قائلا رئيس وزراء كندا تشودو أو الرئيس الغربي يعترف باستماع سلطات بلاده تسجيلات مقتل الشهيد جمال خاشغجي رحمه الله وعلى قناشط الكويتي عبد الله محمد الصالح قائلا رئيس وزراء كندا الإصلاحي يصدع بالحق ويصفع كل أفاك أشر نعم استمعت إلى تسجيلات اغتيال جمال خاشغجي هل رئيس وزراء كندا يكذب؟ وابو منشار هو الصادق بعينكم أخيرا تساءل الحقوقي جمال عيد هل من إنجاز جديد لمحمد بن سلمان في السعودية غير قتل جمال خاشغجي وخطف رجال الأعمال والأمراء؟ طالبت صحيفة واشنطن بوست سأل كونغرس باستدعاء مديرة الاستخبارات المركزية جينا هسفل للاستماع لشهادتها حول مقتل جمال خاشغجي وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن الواقع يقول إن إدارة الرئيس ترامب التي تنتظر التحقيق السعودي تعلم أنه ليس هناك تحقيق سعودي بالمحاولة لطمس الحقيقة وحماية ولي العهد محمد بن سلمان وأضافت الصحيفة بأن العلاقات التنائية بين الرياض وواشنطن لا يمكن أن تعتمد على أمير متهور أشرف على قتل صحفي متميز وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن مسؤولين في الاستخبارات السعودية مقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ناقشوا قبل عام خططنا لاغتيال من تعتبرهم المملكة أعداء لها وأضافت وأضافت الصحيفة أن المسؤولين السعوديين طلبوا من مجموعة صغيرة من رجال الأعمال استخدام شركات خاصة لاغتيال شخصية إيرانية بينها قاسم سليماني دعونا نشاهد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهاية الحلقة من هاشتاك لكم تحياتي أنا حيث ليماني وعلى اللقاء